قام وفد برلمانية رأسه ديكتور مالوما كادر بزيارة إلى قرية كاتي الواقعة بمركز إداري دربالي بإقليم شاريبا جرمي حيث تهدف الزيارة إلى الوقوف على حجم الخسائر الذي خلفه الحريق الذي اندلع في القرية وتسبب في إهداث خسائر حيلة تقرير محمد الأمين اندلع مؤخرا حريقا مدمرا اشتاه قرية كاتي التي تعد من القرى التابعة لمركز دربالي بإقليم شاريبا جرمي نجمت عنه خسائر مادية كبيرة حولت معظم الأكواخ إلى رماد وحرق عدد كبير من البهائم إضافة إلى حرق المئات من جوالات الغلال والمواد الغذائية والفول واللبيا والسمسم فنظرا لهذه الحالة المأساوية التي تعرض لها أهالي قرية كاتي فإن وفدا برلمانيا على رأسهم دكتور مالوم كادر أحد النواب وأحد أبناء المنطقة وفور سماعهم بالحادث المأساوي فقد قام الوفد بزيارة ميدانية للوقوف على حجم الخسائر ومواساة الأهالي وحسب شهود عيان من أبناء المنطقة قال أن الحريق سببه قام أحد الأطفال باستعمال النار أثناء غياب أسرته من جانبه رئيس القرية شكر الوفد البرلماني على هذه الزيارة التي تمثلت في المساواة وتقديم يد العون لهم كما نشد الحكومة والخيرين بتقديم الدعم لهؤلاء المتضررين من أهالي القرية من ناحيته البرلماني دكتور مالوم كادر قال بأن هذه الحالة مأساوية جدا يتطلب بالضرورة الوقوف مع هؤلاء ومواساتهم علما بأن الكثير من الأهالي فقدوا أمتعتهم وهم يعيشون الآن في ظروف سيئة للغاية وينتظرون الكثير والكثير علما أن هذه الحادثة المأساوية يتوجب على الخيرين وأصحاب النوايا الحسنة لتقديم العون الإنساني والدعم لأجل سد احتياجاتهم المفقودة ترجمة نانسي قنقر